بعد الركود الذي شهدته قطاعات اقتصادية عدة خلال فترة جائحة كورونا وما تلاها حمل موسم الصيف الحالي بوادر انتعاش فيها بحسب ما أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون لرؤيا لنتابع شكلت عودة قرابة 350 ألف مقترب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ربيعا للأسواق بعد حالة ركود في قطاعات اقتصادية قطاع المطاعم والحلويات واحد من القطاعات التي تحمل مؤشرات انتعاش هذا الموسم بعد حالة من الانكماش وتراجع المبيعات زي ما بتعرف حلاء بيجي الأسر الوردنية بيجي بإجازة مش جاية تطبخ وتسوي أكل لأولادها في البيت فبعتمدوا اعتماد كله بنسبة 919 على المطاعم اليوم ندخل المطاعم نلاقي نسبة كبيرة ونسبة جيدة من المقتربين ومن السواح من أخواننا من الخليج عودة المقتربين ساهمت وبشكل كبير في إنعاش سوق العقارات إذ شهد ارتفاعا قدر بنحو 15% في فترة الصيف من شهر 6 إلى شهر 9 التي هي عطلة المدارس لدى أبنائنا المقتربين في دول الخليج ودول العالم هناك حركة شراء قد تزيد من 15 إلى 20% أحيانا وهذا دائما يعطي أمل للمستثمرين في زيادة إنتاجهم في هذه الفترة المقترب دائما يبحث عن الاستقرار ومدخرات المواطن الأردني دائما هي مدخرات عقارية وخاصة المقتربين لثقتهم بالسوق الأردني ومنذ بداية العام استقبل الأردن قرابة 700 ألف مقترب نصفهم خلال الربع الثاني وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الفترة المتبقية من الموسم